الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضى عليهم ولا الضالين وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أم تأتيهم سنة الأولية أو يأتيهم العذاب قبلا وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليذحضوا به الحق واتخذوا آياته وما هم دروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أهنة أن يفهموا في آذانهم وفرا وإن ترعوا إلى الهدى فلن يهددوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يناقذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موهلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاهنا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضيها حقبا فلما بنغى مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آثنا ودارنا لقد لقينا من سبلنا هذا نصابا الله أكبر سمع الله لب الحمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط النذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أريت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا أبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به كبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتضرق أهلها لقد جئت شيئا مرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا دره طني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقد له قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله